كذلك لا تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم الصحيح والعلم الصحيح هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وكلمة بفهم السلف الصالح هذه مهمة جداً لأنه ما اختلفت هذه الجماعات وافترقت هذه الأحزاب وتناحرت فيما بينها وتشاجرت إلا لأنها فهمت الكتاب والسنة بغير ما أراد الله عز وجل وما هو الفهم الذي أراده الله عز وجل هو فهم السلف الصالح قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير والمؤمنون هم الصحابة في هذه الآية كما قال المفسرون وكما قال الله عز وجل والذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا والذين آووا ونصروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم الآمنوا واجاهدوا في سبيل الله وهاجروا دي المناجمع دي المهاجرين الهاجر والمهاجرين والذين آووا ونصروا المهاجرين جوا من هناك مهاجرين ودي الأووا ومنصروا منو الأنصار إذا الآية تكلمت عن المهاجرين وعن مناجمع والأنصار ربنا قال أولئك دي الأووا ودين هم المؤمنون حقا وهناك ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شكد المفسرين قال المؤمنين هنا غير سبيل المؤمنين هم الصحابة ليه لأن هناك ربنا قال عن المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا ودي أقوى حجة أقوى حجة على جميع الطوائف والأحزاب جميعهم أقوى حجة في إثبات أن الكتاب والسنة لا يستطيع المسلم أن يعمل بهما كليهما إلا إذا فهمهما بفهم السلف الصالح الصحابة ومن سار على ناجيم ومن الأدلة أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان دير كلهم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم كله يبقى ما يجوز لوحة تانية يسيب معاوية بن أسفيان رضي الله عنه عن أبيه وإن رغمت أنوفا الرافضة وعدنان والإبراهيم وغيرهم من أهل الزندقة والإجرام والضلال والبدعة والمكر ما يجوز كذلك لا يجوز أن تفهم الكتاب والسنة بغير فهمه هؤلاء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لأن ربنا قال رضي الله عنهم عن فقهم وعن علمهم وعن عقيدتهم وعن حفظهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم بالله ناس زي ذيل ناس اشتمون أو ناس احترمون لكن ما بيأخذوا بفهمهم من الكتاب والسنة بفهم بسيط الصحابة ذيل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الصحابة علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم والآن يقول لك ده أخي تلميذ بروف فلان في اللغة العربية وتلميذ الدكتور فلان في الكيميا وتلميذ فلان الدفعة الخامسة يقول لك كلية الطب وده دفعة البروف فلان كان ماسكم تلقوا شرف لهم صحيح أو لا صحيح شرف لهم وتسكي وهكذا في باقي العلوم القانون وغيره 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 صحيح والآذاب وغيره وغيره طيب ديل تلامذة الرسول زي ما قال الشيخ الفوزان رضي الله عنهم تلامذة الرسول عليه الصلاة والسلام معقول يجيزول بعديهم يكون فيهم القرآن والسنة أكثر من الناس الفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة بل عقول كذا لا يمكن أبدا أما بالشرع ربنا قال رضي الله عنهم عن علمهم وعن عملهم وعن فقهم وعن عقيدتهم ورضوا عنهم ما يمكن زول اللي لجي تفلسف عشان يكون خر الجامعة ولا غيره ولا عنده ماجستير أو دكتوراه وغيره يعمل فيها أعلى من أولئك لا يمكن ومن هنا أتى الضلال لهذه الأحزاب والجماعات المتناحرة المتشاكسة من الحتة دي تلقى واحد فيه حفظ الغرام كله لكن بيفهموا براه من عنده براه والله أعزب القبر ما فيه قال لأنه رب أنا ما أبعزب الزول مرتين الله قال سنعذبهم مرتين مرتين قال لا لا لأنه الله ما أبعزبهم مرتين ده ظلم قال ورب أنا ما بظلمش حد وطيب الآية دي ما دعا إليه الله قال سنعذبهم مرتين فممكن رب أنا أعزبك خمسين مرة ممكن فذي المجار مساكن بس لكن الإعلام والتلفزيون ده خدع 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 معظم المسلمين على وجه الأرض ذو تلقى مجرم فاسق أكبر فاجر اشتروا لعمة بألف جنيه يلبس يبقى أكبر عالم دس عمّة بس وراسه فاضي قرعوب العمّة دين كان لبسوا لي جيجر كان خير من الزل والله ما هذا الحاصل الليلة ما في أحد ضلل هذه الأمة كما ضللها علماء الضلال وشيوخ الفتنة وشيوخ البدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء الله ما بانتزعه كذا وإنما ينتزعه بقبض أي بموت العلماء حتى إذا لم يبقي وفي روايه يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلهم أول شي حتى كذا أيزوا ليتجرع على الفتنة وذي نصيحة لنا نحن يتجرع على الفتنة بغير علم مش بيضلل الناس لفتاهم بجهل أول شي بيضله ويقال في الأثر أجراؤكم على الفتنة يروه أجراؤكم على النار أسؤالكم مستعجل إفتي ده أكتر زول مستعجل ده رخوش جهنم أكتر واحد مستعجل ده رخوش جهنم هو أكتر إنسان مستعجل إن يفتي الناس هو ده رينقز الناس هذا حلال هذا حرام ألو شيخ بلان هذا حلال لا لا بجوز والله أعتقد إنه بجوز إنت كده أول واحد بتخذ جهنم قبل الجماعة اللي أضللت شكد النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلهم أو يعني وأضل يعني غيرهم فالإنسان يتقل الله سبحانه وتعالى ولا يتجرع على الله سبحانه وتعالى ولا يفتي في دين الله تبارك وتعالى بجهل قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول رب نبي يسألك من الكلام ذا فضلوا من هذا الباب فيهم الكتاب والسنة بفهم براوم وليس بفهم السلف الصالح سبحان الله القرآن مفسر موجود السلف فسروا الصحابة فسروا التابعين فسروا تابع التابعين إلى آخره القرآن السنة مشروحة بل من يزلين الصحيح من الضعيف وطبعا أعداء الله سبحانه وتعالى من الحركيين وغيرهم من المجرمين قالوا قالوا كونه فيها حديث ضعيفة معناه السنة دي الشت نحن ما نستغل بها لأنه فيها حديث ضعيفة أيها نحن نرد عليك من كلامك دا ذات إت يا جاهل المبتدع دا عرفت إنه فيها حديث شنو ضعيفة صحيح لما صحيح دا ذات دليل على حفظ الله على السنة صحيح لما صحيح كونه عرفت بها حديث دي العلماء قبليك زمان ما رقوا قال لك دي ما صحيح ما قال الرسول ودي بي جاهل ودي الصحيحة القالة كونك إت وصلتك المعلومة دي إنه في أحاديث ضعيفة وفي واحدة صحيحة دا دليل على إن السنة الصحيحة صحيحة لأنه عرف الضعيفة دي شنو غالط دي ما صحيح موضوع انت نأهيك عن باقي الأدلة في الردع لهؤلاء من الكتاب قال الله تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَيْهِمْ